إذن يقول السؤال عين الاقتراح الصحيح الوهيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة مع التعليل لاحظوا جيداً قال الحد العام للمتتالية العددية إيلي آن المعرفة بحدها الأول وهو إيلي سفر وهو إيلي سفر والعبارة التلاجعية وهي أمامكم وهي إيلي آن زائد واحد هذه معطيات هذه المتتالية قال هو اقتراح صحيح إما هذا الألف يا إما البا يا إما الجي هنا للإجابة على هذا السؤال أحببت أن أستعمل جدول من خلال هذا الجدول سوف نجد الجواب المناسب لاحظوا جيداً عندنا هذا هو المعطيات وهنا نأخذ المطلوب من أحد واحد يا إما هذا ألف يا إما با يا إما جيم هو يوجد فيهم اقتراح صحيح نتابع إذن عندنا أعطيت لنا عبارة تلاجعية للمتتالية وأعطيت لنا حد الأول أولاً نقوم بحساب حد الأول بكل متتالية بكل متتالية بكل عبارة نصبح لنا هنا إلي سفر إلي سفر تساوي تعالوا الآن أبنائي نقوم بعملية الحساب هنا بنعوذ بالإلي سفر يعني هنا سفر وهنا سفر تصبح لنا واحد على اثنان قوة سفر التعطي لنا كم واحد أ отлич Bij 1 تصبح لنا تثايين جدا مثل ما تصبح لنا ناقص ثلاثة نقوم بعمل حسابig سفر تعطي لنا كم ؟ تعطي لنا ثلاثة إلي سفر ثلاثة نأتي الآن بالإقتراح به نعوذ هنا نعوق بسفر وهنا بصفر تصبح لنا ماذا ؟ هذا يعطي لنا واحد واحد في ثلاثة إذن إلي سفر يساوي ثلاثة ما زال لم نجد الحلبات نعوذ هنا بالصفر كذلك إلي آن يساوي لاحظوا جيدا عوذوا الآن يا أبنائك كذلك بالإلي سفر نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر فماذا ينتج ينتج لنا تساوي إثنان عفوا ثلاثة ثلاثة على إثنان زائد ثلاثة على إثنان تعطي لنا كم؟ تعطي لنا ستة على ماذا؟ ستة على إثنان إذن هنا إلي سفر تساوي لنا ستة على إثنان إذن بما أن نلاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائك تتعلم كيفية استخراج الحل الصحيح أو الجواب الصحيح إذن هنا نعوذ قلت نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر فتحصلنا على ماذا؟ فتحصلنا أنها تشاوينا ثلاثة في واحد اللي هي ثلاثة على إثنان زائد كم؟ زائد ثلاثة على إثنان تشاوينا كم؟ ستة على إثنان وتعطي لنا كذلك هنا سوف نكتب تعطي لنا كذلك ثلاثة يعني الإي لسفر لما عوضنا به لم يعطينا جوابا شافيا ناتي الآن أبنائي إلى ماذا؟ إلى إي لواحد نحسب الآن إي لواحد بعبارة المتتالية المعطاة كم نعطي له هنا للآن؟ نعطي له السفر وهنا سفر لكي نتحصل على إي لواحد لكن إي لسفر ها هي قيمته نعوذها هنا فتصبح لنا إي لسفر زائد واحد وهو إي لواحد يسوي يعني هنا عوضوا بسفر وهنا بسفر فتصبح لنا واحد على إثنان في إي لسفر وهي قيمته ثلاثة زائد ثلاثة فتصبح لنا إي لواحد يسوي لنا ثلاثة على إثنان زائد ثلاثة واحد المقام تصبح لنا هنا هكذا إثنان وهنا ستة وصبح لنا كم؟ تسعة على ستة إذن تعطي لنا هنا تسعة على ستة هذا فيما يخص عبارة الأولى لم نطلق الآن في الإقتراحات الآن نأتي إلى الإقتراحات إذن الآن كم نعطي له؟ إذن الآن أخذ الآن واحد نعوذ هنا بواحد وهنا بواحد ونتابع تصبح لنا نصف في ناقص ثلاثة تصبح لنا ناقص ثلاثة على إثنان زائد ماذا؟ زائد كم؟ زائد ستة لو نواحد هنا المقام تصبح لنا هنا إثنان وهنا إثنى عشر وتصبح لنا كم؟ تصبح لنا تابع هنا حدث خطأ هنا على إثنان نعتذر أبناء نعتذر قلت نعتذر هنا على إثنان وإذن هنا ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا تسعة على إثنان إذن إيلي واحد أصبحت تسعة على إثنان لكن هل نقر على أنه هو الجواب الصحي؟ ربما الأخر كذلك يعطينا تسعة على إثنان إذن لنتعجل نكمل المسير مع بقية العبارة الأخرى إذن نعوذ هنا بواحد وهنا بواحد فتصبح لنا نصف في ثلاثة تصبح لنا إيلي واحد يساوي لنا ثلاثة على إثنان إذن هذا أكيد سوف يرفض ناتي الآن لنعوذ هنا بواحد وهنا بواحد فتصبح لنا إيلي واحد تساوي لنا ثلاثة في واحد على أربعة لماذا؟ لأن هنا واحد وواحد هو إثنان معناه واحد على إثنان قوة إثنان تصبح لنا البسط مربع لهو واحد مربع هو واحد على إثنان مربع لهو أربعة زائد ثلاثة على إثنان فتصبح لنا إيلي واحد يساوي لنا ثلاثة على أربعة زائد ثلاثة على اثنان نوحد المقام هنا أربعة ونضرب هنا في اثنان نصبح لنا هكذا فنصبح لنا تسعة على أربعة فنصبح لنا هنا إي لواحد يسعي نكم تسعة على أربعة الآن ما هو الحد الذي يشبه عبارة الأولى إذن نلاحظ إلى إذن الجواب هنا صحيح أن يتساوى الحد إي لواحد وإي لواحد أما هنا خطأ وهنا خطأ لماذا لأن الحد إي لواحد هنا الذي يتساوى مع إي لواحد للعبارة المقترحة فقط لهذه البساطة نقول ومنه الجواب الصحيح هو الاقتراح ماذا؟ الاختراح ألف هذه هي أبنائي بالطريقة الأولى الآن الطريقة الثانية يوجد لنا كذلك طريقة ثانية لذلك تابعوا لكي نتعلم كلا الطريقتين لأنه كلاهما مفيد الآن في الطريقة إذن نكتب هنا الطريقة ثانية ثانية درسنا في السنة هذه المتتاليات المكتوبة من الشكل إي لآن زائد واحد تساوي لنا آ في إي لآن زائد بي هذه المتتالية لاحظوا إلى هذه التي أعطيت لنا مكتوبة على ذلك المنوات انظروا جيدا ها هي أمنكم أليس مكتوبة؟ نعم إنها مكتوبة على ذلك لاحظوا جيدا لإثبات على أحد هذه العبارات سوف نصل إلى واحدة منهما من خلال هذا الشيء الذي سوف نتحدث عليه ماذا تقول القاعدة يا أبنائي؟ علينا أن نقول هكذا نقول في لآن لتكن في لآن متتالية عددية حيث عبارته ماذا تقول في لآن يساوي لنا إي لآن ناقص بي على واحد ناقص آ البي ها هو والآ ها هو بالمطابق لاحظوا ماذا نتحصل نتحصل على أن في لآن تساوي إي لآن ناقص البي لهو الثلاثة على واحد ناقص آ لهو على واحد ناقص نصف نواحد هنا المقام وهنا المقام فتصبح لنا تصبح لنا إي لآن ناقص ثلاثة على ماذا وعلى واحد على إثنان هذا له الحق أن ينقلب إلى هنا فتصبح لنا في لآن تابعوا جيدا تصبح لنا إي لآن ناقص ماذا ناقص ستة الآن ها قد وجدنا عبارة لمتتالية عددية أخرى تابعوا معي الخطة كيف يمكن أن نبره وهذا الأمر موجود ودرستمه في الدرس المتتالية المكتوبة من الشكل إي لآن زايد واحد سينا آ إي لآن زايد بي الآن أبنائي ما رأيكم أن نثبت على أن هذه المتتالية الفي لآن أنها متتالية هندسية إذن نبرهن تابعوا جيدا نبرهن أن في لآن متتالية هندسية كيف تصبح لنا في لآن زايد واحد تساوي ماذا إذا برهننا أنها هندسة يجب أن نجدها تساوينا في لآن في كي إذن ننطلق من ماذا؟ من هذه العبارة العبارة تصبح لنا في لآن زايد واحد يساوي لنا إي لآن زايد واحد مثل ما وضعنا من هنا زايد واحد موضيح من هنا الزايد واحد زايد ناقص ستة لم أفعل شيء إي لآن زايد واحد ها هي قيمتها نأتي بها إلى هنا فتصبح تساوي لنا واحد على اثنان في إي لآن زايد ثلاثة ناقص ستة تصبح تساوي لنا واحد على اثنان في إي لآن ناقص ثلاثة نواحد هنا المقام تصبح لنا هنا اثنان وهنا ستة نستخرج النسك عامل مشترك فتصبح لنا تساوي لنا إي لآن ناقص ستة لكن إي لآن ناقص ستة هذه لا تتذكرون هذه القيمة تابعوا معي هي نفسها هذه القيمة التي هي نفسها هذه القيمة فوجدنا أن في لآن زايد واحد تساوي كم؟ تساوي لنا واحد على اثنان في لآن فماذا يمكن أن نقرر هنا نقول ومنه ركزوا معي ومنه في لآن متتالية هندسية أساسها كم يساوي أبنائي يساوي لنا واحد على اثنان لكن دائما نعود لنستخرج عبارة الحد العام للفي لآن ركزوا أرجوكم أبنائي هي أفكار يعني بطريقة تحفظ فقط إذن عندنا ماذا؟ عندنا ها هي الأمر هنا نحسب في لآ يساوي إلي سيفر ناقص ستة يصبح لنا في لآ يساوي إلي سيفر لهو الثلاثة ها هو أمامكم ناقص كم ناقص ستة يصبح لنا في لآ يساوي ناقص ثلاثة الآن نملأ عبارة الحد العام ذي لآ يساوي لنا في لآ في كي قوى آن الذي هو ناقص ثلاثة في الكي الذي هو نصف الكل قوى آن فماذا وجدنا؟ وجدنا أن V لأن تسوينا ناقص ثلاثة في واحد على إثنان لكل قوة أن ما علينا الآن؟ كيف يمكن أن نستخرج يا أبناء عبارة الإي لأن؟ وسوف تظهر واحدة من تلك ما علينا إلا أن نجلب هذه عبارة التي وجدناها هنا ونقلب هذه الستة إلى هنا فنتحصل على إي لأن تسوي كم؟ تسوي لنا V لأن زائد ستة لم أفعل شيء أقلب هذا مجرد مساوات لكن V لأن ها هي قيمتها ما علينا إلا جلبها إلى هذا المكان فتصبح لنا كم؟ ناقص ثلاثة في واحد على إثنان لكل قوة أن زائد ماذا؟ زائد ستة تسوي لنا إي لأن وانظروا إلى هذه القيمة أليست هي هذه القيمة؟ نعم بهذه البساطة المطلقة يعني هنا طريقة ثانية يعني أريد أن أستخرج عبارة هذه المتتالية بأبسط طريقة ممكنة فقط أبنائي ثانية تسوي wildة تسوي تسوي اذا